وكأن الكوارث اتفقت على الشعب اليمني حرب وفقر وأمراض وانتشار غير مسبوق للأوبئة وضع مؤسف تعجز الصور عن الإلمام بتفاصيله ووحدهم الفقراء هم الأكثر عرضة لانتشار الوباء وأكثر الضحايا مصادر محلية في محافظة الحديدة تتحدث عن أكثر من 12 ألف حالة اشتباه بالإصابة ألفان منها في مديرية حيس سجلت خلال أكتوبر الماضي والرقمية تضاعف في مديرية الجراح المجاورة السلطات المحلية في الجراح وجهت أكثر من نداء وحذرت من خطورة انتشار الأوبئة التي أودت بحياة أكثر من 60 حالة أغلبهم من الأطفال الوضع المؤسف ينسحب أيضا على معظم مديرية المحافظة التي يسيطر الحوثيون على غالبيتها تعز هي الأخرى يجداحها الوباء ما أجبر سلطاتها على إعلان حالة الطوارئ بعد إصابة أكثر من 5000 حالة وخمس وافيات نتيجة الإصابة بحم الظنك منذ مطلع نوفمبر الجاري الوضع كارثي بكل المقاييس ويدعو للأسف نظرا للكلفة الإنسانية المتزايدة من جانبها أقرت الحكومة تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة انتشار حم الظنك في عدد من المدن المحررة وتتكون اللجنة من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة هذا التحرك الرسمي والمقتصر على المناطق المحررة يثير التساؤل عن مسئولية الحكومة الشرعية عن كل الضحايا خصوصا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا وما الذي يجب أن تقوم به من خلال المنظمات الدولية للوصول إلى الضحايا في مختلف المحافظات استنادا إلى مسئوليتها الأخلاقية عن عموم الشعب في جميع المناطق